اعلنت الولايات المتحدة الامريكية انها تحتفظ بالحق في فرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع شركات صناعات الاسلحة الروسية ووفقا للمتحدث باسم الخارجية الامريكية هيثر ناورت فانه لا يعني عدم فرض عقوبات في الايام الاولى انها لن تكون في المستقبل للتذكير فان الولايات المتحدة حذرت في 29 يناير الماضي من بداية تطبيق العقوبات الثانوية المعادية لروسيا حيث اعلنت عن تدابير تقييدية تفرض على جميع الاشخاص الذين لديهم علاقات تجارية مع شركة الدفاع والاستخبارات الروسية هذه القائمة كانت قد نشرت في شهر اكتوبر الماضي قانون مكافحة اعداء امريكا من خلال العقوبات معقد جدا ويطلب من خبرائنا النظر في الامور على الصعيد العالمي 29 يناير لم يكن اليوم الاخير لفرض عقوبات على روسيا وكان هذا هو اليوم الاول الذي نملك فيه السلطة بموجب هذا القانون لفرض عقوبات اذا لزم الامر ليس هناك تاريخ محدد لانتهاء تأثير هذه القيود اشتركوا في القناة